ناس كتير قوي بتسأل أنا كلبي بيعوي وقت الأزان ناس كتير قوي بتقلق من الموضوع ده ناس كتير جداً كلموني تفسيرك إيه للموضوع ده قرينا كتير عن الحاجات دي ملقناش تفسير علمي ناس كتير بتسمع كلام بيقلقها ويزعجها كتير قوي أهلاً بيكم في قناتكم إزاي تربي كلبك مع حضراتكم وليد يونس جوليا هانم كالمعتاد النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تفسير عواء الكلب ما تنساش لو لسه جديد معنا في القناة وعجبك الفيديو وعجبك محتوى قناة تعمل السراك في القناة ولايك للفيديو وتشاهد الفيديوهات على قد ما تقبل وتفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول إن شاء الله الحقيقة موضوع عواء الكلب ده ليه كذا تفسير إلى الآن العلماء والدرسات مدتش تفسير دقيق وثابت ومرسوش على حل للموضوع ده ولكن نحن نقول كل التفسيرات وأقربها للصحة فيه ناس بتقول إن وقت الأزام بتاع الفجر خاصة الشياطين بتهرب والكلاب والحيوانات زي ما كلنا عارفين بتشوف الأشعة الفقبة نفسجية والكلام ده فبتشوف كائنات إحنا ما نقدرش نشوفها أو إمكانيات عين الإنسان ما تقدرش إن هي تشوفها وبالتالي الكلاب بتشوف هروب الشياطين والكلام ده فيه ناس تانية بتقول إن ده تسبيح من الكلاب وقت أزام الفجر ده تفسير ولكن أنا مش بتتفق معاه رغم إن أنا بتتفق طبعا إن الكلاب بتشوف كائنات إحنا ما نقدرش نشوفها ولكن فيه كلاب بتعوي وقت الأزام فيه كلاب بتعوي لما صياطر الإسعاف بتعدي فيه كلاب بتعوي لما حد بيلعب على البيانو اللي هو أحد الأجهزة الموسيقية فيه كلاب بتعوي لوحدها اللي هو أحد الأجهزة الموسيقية اللي هو أحد الأجهزة الموسيقية لازم حضرتك تبقى عارف ان الكلب لما يعوي لوحده ده دليل على الاحساس بالوحدة الكلب محتاج صاحبه جنبه او بيقعد لوحده كتير والكلب ممكن يعوي لو سمع صوت كلب بيعوي فبيرد عليه فالتنين بيأنسوا بعض فلي يخليني ابعد عن التفسير الاولاني ان احنا قلناه زي ما قلنا ان الكلب بيعوي لما يسمع صيارة الاسعاف او صوت البيانو الانسان مدى سمعه من 20 هرتز حتى 20 الف هرتز اما الحيوانات والكلب خاصة بتسمع مدى موجات اقل من 20 هرتز واعلى من 20 الف هرتز الكلاب بيصل سمعها ل 46 الف هرتز وحتى احيانا لستين الف هرتز فصوت سرينة الاسعاف او البيانو او صوت مكبر الصوت بتاع الادان مكبر الصوت بنتكلم عن مكبر الصوت اللي هو حاجة صناعية بيطلع موجات احيانا اقل من 20 هرتز واحيانا اكتر من 20 الف هرتز اللي احنا نقدر نسمعها وبالتالي اللي احنا مش سمعينه في مكبر الصوت هنتكلم كلام عام بقى عن مكبر الصوت ومكبر الصوت بتاع سيرات الاسعاف والبيانو فلما فيه ترددات بتاع الى عن 20 الف هرتز احنا ما بنسمعاش الحيوانات وخاصة الكلاب بتقدر تسمعها دي بتأثر على ودنع وخاصة لو مدى الهرتز او مدى الموجات ده ارتفع جامد جدا وصل للمكسيمم او الحد الاقصى اللي هو تسمعه الكلاب يعني مثلا وصل لاربعين او خمسين او ستين الف هرتز الكلاب سمعه لكن احنا مش سمعينه حتى لو عالي احنا ما نسمعهاش لان احنا اخرنا عاشين الف هرتز وبالتالي لما يوصل للمدى الاقصى بتاع سمعها ده بيقزيها في ودنها وبالتالي بتنزعج فبتضطر ان هي تعوي ده يعتبر تفسير لان ابأكد على حضراتكم الكلاب مش بتاعوي وقت الازام بس او السبب مكبر الصوت لأ الكلاب بتاعوي لو صيارة اسعاف معدية او لو في صوت بيانو او مدى موجات هرتز فوق العشرين الف ولكن احنا ما بنسمعش فوق العشرين الف هما بالنسبة لهم بيقزي اوزنهم جامد لان مدى سمع جاب الماكسيمم بتاعهم حضرتك جرب كده اسم عاشين الف هرتز وشوف هتحس بايه مش هتقدر تستحملهم اللي هو الماكسيمم بتاع الانسان كي ناس ثانية بتقولك الكلب بيقلد الصوت انا برضو مش متفق شوية مع الرأي ده انا متفق الى حد ما او الاغلب للرأي اللي انا قلته السابق اذا المجمل في الموضوع اللي عنده كلب بيعوي ما يخافش ما يقلقش نمشي وراء العلم واراء ووراء الاراء الصحيحة الدينية ولكن زي ما قلنا انا عن نفسي استبعد الكلام ده كله لان الموضوع مش مع الازم فقط الموضوع بيتم مع اصوات تانية واحيانا الكلب يسمع صوت كلب بيعوي يقوم راضد عليه او يعوي لوحده ده احساس بالوحدة ما تنزعجوش يا جماعة ما تركزوش في حاجات ممكن تزعجكو ممكن تخوفكو لو في حاجة علمية ثابتت ان الموضوع ده مش حل ومش صح واعتقد انتوا فاهمين كلامي انا اعني ايه لا ما كنت هقولكو بمنتهى الامانة لكن الموضوع مش مرتكز على كده او الموضوع مش ثابت على موضوع وقت الازم فقط ما تسمعوش لكلام مش صحيح اه احنا متفقين ان الكلاب والحيوانات كلها بتشوف حاجات احنا مش شايفينها ولكن موضوع زي ده لما تسمع اقول من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا خين طبعا انا اعني ايه ولكن مش عايزين نخد في تفاصيل تلاقي اسئلة وحوارات كتير احنا في غنى عنها احنا بنتكلم بالعلم ولو في حاجة دينية من اللي حضراتكو بتعتقدوا فيها اكيد كنا كنا حنقولها هي دي الازباب الوحيدة وحنحاول نحط لكم الفيديوهات الكلب كنا نزلنا فيديو عن الكلب اللي بيعوي لما الاسعاف كانت معدية وعندي فيديو برضو عن كلب بيعوي وصحبه بيلعب على البيانو فالموضوع مش مرتكز يا جماعة عن الازم على موضوع الازم بس ما تسمعوش لاي كلام اتمنى اكون الى حد ما قدرت اوصل معلومة وتكون وصلت لحضراتكو كده الفيديو بتاعنا ان شاء الله يكون خلص تحياتي لحضراتكم جميعا اشوفكم بعمل اللي على خير في فيديو جديد من قناتكم في زيت ربي كلبك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته